اهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب كانت المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الشقيق العماني كانت مباراة مثيرة وتحبس الأنفاس حيث امتدت لشوطين إضافيين ليحقق منتخبنا الوطني العراقي فوزا بثلاثة أهداف ويخطف اللقب الرابع في مسيرته الكروية بكأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين والتي أقيمت في محافظة البصرة الحبيبة منفذ العراق الوحيد على الخليج العربي دعونا نتابع هذه اللقطات من مباراة يوم أمس وتتويج المنتخب العراقي بطلا لكأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين فلنتابع اشتركوا في القناة مبارك لمنتخبنا الوطني هذا الفوز وهذا الاستحقاق لكن ما حدث قبل المباراة كانت أحدثا مؤسفة بسبب سوء التظيم حيث حصل التدافع عند مداخل ملعب جذع النخلة في البصرة فرق الحياة على إثرها شخص على الأقل وأصيب العشرات من المشجعين خلال عملية التدافع إليكم هذه المشاهد المؤسفة لما حدث قبل مباراة يوم أمس فلنتابع حدث قبل مباراة يوم أمس رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان طبعا وصفت صحيفة The Mirror وExpress البريطانيتين عمليات التدافع التي وقعت أمام بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة خلال مباراة الختام لبطولة خليج 25 بالمرعبة والمروعة وأكرت صحيفة The Mirror البريطانية بأن المقاطع المصورة المتداولة أظهرت أجساد المصابين مرمية على الأرض بعد تعرضهم للاختناق والتهشم نتيجة التدافع الذي وقع أمام الملعب وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد قالت في بيان لها بأن حادثة التدافع المؤسفة في البصرة تعكس حالة عدم التحضير المناسب والفشل غير المستغربة والمعتادة لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة دعونا نتابع مقطعا تداوله عراقيون يبين حالة التدافع التي أجبرت بعض المشجعين على دخول الأوحال والمياه الآسنة المحيطة بملعب البصرة والتي حاولت الحكومة إخفاءه عن الأنظار وعن أنظار الضيوف العرب فلنتابع يعني العراقيون قالوا لو كان المحافظ والجهات المسؤولة قد نشرت السبيس حول الملعب لما حدثت هذه اللقطات وهذه الصور طبعا عبر ناشطون وصحفيون عراقيون عن سخريتهم من محاولة قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران وأنصارها نسب فوز المنتخب العراقي إلى السوداني كمنجز لحكومته وأكد الناشطون بأن أحزاب الإطار وعبر منصاتها على مواقع التواصل أطلقت وسما حمل اسم فالك خير في إشارة إلى السوداني مشيرين إلى أن بطولة كأس الخليج العربي في البصرة ما كانت لتنجح كحدث رياضي كبير لو لا الجهود التي بذلها المواطنون العراقيون لا سيم الشباب والأموال التي أنفقت من مالهم العام واستحقاقاتهم فضلا عن كرمهم اللافت في استقبال الزوار والضيوف العرب وإيصال صورة مفادها بأن العراقيين متعطشون لمحيطهم العربي الذي لطالما عملت حكومات ما بعد 2003 على عزله وإبقائه رهنا لنفوذ إيران كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وكانت قضية ارتفاع الدولار أمام الدنار العراقي وتراجع قيمته كانت حاضرة في نهاء كأس الخليج العربي بين المنتخبين الوطني العراقي والشقيق العماني وأثناء دخول رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني إلى ملعب جذع البصرة أو ملعب جذع النخلة في البصرة هتف عراقيون هناك بهتاف نزل الدولار في إشارة إلى الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار أمام الدنار وانعكاسه على غلاء الأسعار في السوق فلنتابع هذه اللقطات النجم السابق لمنتخبنا العراقي الكابتن نشأت أكرم وخلال برنامج المجلس الذي يبث على قنوات الكأس الرياضية والذي واكب بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين من البصرة اللاعب نشأت أكرم قال بأن رياضة وكرة القدم تعبر عن وحدة الشعب العراقي وقال بأنه على السياسين في العراق أن يكتفوا مما أخذوه من العراق والعراقيين وأشار بأنه أثناء الفرح يلتقطون الصور وأن عليهم أن يأخذوا الدرس من الشعب العراقي دعونا نتابع تصريح النجم السابق لمنتخب العراق نشأت أكرم والذي تداوله العراقيون بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه فلنتابع دائما أثبتت كرة القدم وأثبتت الرياضة هي من توحد الشعب العراقي يا سياسيين يا سياسيين استوعبوا كافي خلاص ما تعبتوا ما شبعتوا ما مليتوا تجون بوقت الفرحة تجون تصفقون وتأخذون صور استوعبوا استوعبوا هذا شعبكم تعب أخذوا الدرس خلي الشعب العراقي يعيش حال حال الشعوب نضع إلى تفاعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا التصريح للكابتن نشأت أكرم يقول عادل صالح يقول كلام نابع من أعماق القلب من الكبير نشأت أكرم الذي كان ولا يزال أسطورة الكرة العراقية هو ورفاقه يدل على حبه وإخلاصه لوطنه الجريح الذي سيشفى ويلملم جرحه إن شاء الله أما أبو جنيد القيس فقال الفرحة الكبرى ليست بالكأس وإنما بتواجد الأخوة العرب معنا في بيت واحد اسمه العراق شكرا شكرا وكل الشكر والتقدير والاحترام لإخوتنا وأشقائنا العرب بتواجدهم معنا وسام ابن الجنوب يقول إي والله الحكومة قاعد الجوع الشعب قاعد جوع الشعب يوم ورا يوم والدولار صعد 1167 ألف دينار شاكر أبو مؤمل يقول بطن نشأت صح السياسي ما يستحق هذا الشعب المظلوم معنا اتصال أبو سمية من الأنبار أبو سمية العراق يحقق كأس بطولة كأس الخليج التي أقيمت في محافظة البصرة إشادة بكرم أهل البصرة بشكل خاص والعراقيين بشكل عام هناك من أراد أن يستغل هذا الحدث الرياضي هذا الحدث الشعبي الذي أجمع عراقيون وعراب ومراقبون بأن من أنجح هذه البطولة هم الشعب هم العراقيون وليس السياسيون هناك رسائل في مباراة يوم أمس منها ما شاهدناه نزل الدولار عندما دخل رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني كانت هناك رسائل أخرى سوف نأتي عليها تباعا ترحيب بالأخوة العرب وإشادة من صحف أجنبية بعمق العراق العربي تحدث الكابتن نشأة أكرم ووجه رسالة واضحة إلى السياسيين بأنه خلص ما كافي عاد اتركوا الشعب العراقي وموتوا جون أنت وقت الفرح بس الصورون تفضل أبو سمي من الأنبار أرحب بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهل أبيك أخي الكريم نبارك للمنتخب العراقي هذا الفوز الذي حققه في ظل الفساد الذي غطى عليه لكنه تحدى الفساد وأتى بجائزة وفرحة لآخر الشعب المسكين الذي عانى معانا من الويلات ونبارك لأهل البصرة طيبتهم وكرمهم الذي تغنى بكرمهم كل الجماهير الخليجية لكن للأسف يا سيدي من جانب نجحت البطولة ومن جانب آخر نقول للجنة التي نظمت البطولة قد بانت عيوبكم وآخرها التدافع وإطابة ثمانين مشجعا ووفاة اثنين بسبب التدافع وبسبب سوء التنظيم لو نظرت إلى قطر عندما نظمت كأس العالم وقد أقبل إليها الجماهير من شتى بقاع العالم لم نشهد ولم نسمع أي تدافع وأي أخطاء وإنما دخل الجمهور بن سيابية لماذا؟ لأن الذي نظم البطولة دولة معتبرة على عكس دولتنا الفاشلة شكري وتقديري لللاعب والنجم نشأة أكرم والذي أنا من معجبيه الشديدين وجيل 2007 نقول له شكرا أمتعتنا بالمباريات وبنفساتك الفنية وأمتعتنا بتصليحاتك التي قد ينتبه إليها بعض السياسين وأنا أزيد عليها ملاحظة للسياسيين العراقيين للاعب عراقي بضربة رأس جعل الشعب كله يفرح ومضى لكم سنون وعقدان من الزمن وزيادة ما عرفتم كيف تفرحوا كيف تفرحون هذا الشعب الذي عانى ما عانى منكم وشكرا شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا نبقى مع أحداث مباراة يوم أمس وصور حب العراقي لبلدهم التي كانت عاملا أساسيا في إنجاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين والتي أقيمت في البصر الفيحاء لقطات متفرقة كثيرة تتحدث عن حب العراقيين لبلدهم رغم ظروفهم ومن هذه الحالات المتفرقة مع عزف النشيد الوطني العراقي شارك الأطفال من ذوي القلوب النقية من ذوي متلازمة داون بقراءة النشيد الوطني مع المنتخب العراقي وصلت الأضواء وصلت الأضواء على فتاة من محافظة ديالة وهي تبكي أثناء عزف النشيد الوطني دعونا نتابع هذه اللقطات المعبرة عن حب العراق وحب الوطن فلنتابع وصلت الأضواء على فتاة من محافظة ديالة هذه البطولة ولم تكن بطولة خليجي 25 مجرد حدث رياضي انتصر به العراقيون على السياسيين وإنما كان ساحة للتعبير عن الحالة الوطنية والانتماء العربي الذي احتفى بالضيوف القادمين من دول الخليجي العربي ليثبت بأن مشروع تغريب العراقي عن محيطه بأجندات إيرانية لن تنجح في العراق حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مواطنين في البصرة تأكيدهم بأن إيران وعلى مدى عشرين عاما حاولت نزع الهوية العربية عن العراق بشكل عام وعن سكان الجنوب بشكل خاص وأكد المواطنون للصحيفة الأمريكية بأن ما حدث في بطولة خليجي 25 أغضب النظام الإيراني كثيرا بعدما أدرك أن ما بين العراقيين والعرب أكبر من أن يتم كسره خاصة بعد اعتراض إيران على عبارة الخليج العربي في اسم البطولة وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد تحولت البطولة الاحتفالية بالوحدة العربية مشيرة إلى أن الحدث مثل فرصة نادرة لسكان العراق من أجل التعبير عن اعتزازهم بوطنهم وتضامنهم مع عمقهم العربي والإقليمي كما تطرقت الصحيفة إلى مظاهر الكرم العراقي اللافت والذي ترجمه الاحتفال الشعبي بالزوار الخليجيين والعرب حيث استضاف سكان البصرة ضيوفهم العرب بحفاوة قل نظيرها مواطن عراقي يتغنى بحب العراق والبصرة ويتغنى بعودة العراق لحضنه العربي وأن الخليج يبقى يسمى بالخليج العربي رغم أنف إيران كما قال والتي أشار لها عبر كلامه بالأرجنتين وهي الكلمة المعروفة لدى العراقيين بأنها تشير إلى إيران دعونا نتابع تخبل هاي لمتنا الخليجية هاي البصرة صار حالمية تخبل هاي لمتنا الخليجية على عناد الأرجنتين تبقى الخليج العربية الله يعفوكم رسائل كانت في هذه البطولة رسائل سياسية رسائل تبعث بحب العراق وبوحدة العراقيين سيدة عراقية مسنة رغم ما تعانيه من المرض لكنها أبت إلا أن تحضر إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لتشجيع المنتخب العراقي كلمات هذه المسنة العراقية لامست قلوب العراقيين والعرب وانتشر كلامها انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي دعونا نتابع شون صحتك؟ والله بخير ورحمة ومريضة وجيت للدعبة فدوا أروح لي أنا فدوا أروح لك يمنا شل الشجعين جاي ها؟ شل الشجعين أشجع العراق أبونا وأمنا وأخونا وإنشتنا ما كنت للعراق أبدا أروح سافرت للخارج هواي بس ما لديت مثل العراق أي واحد شراني موت على عراق ها؟ أنت بيت بيت الطيبة العراقية في الهد الطيبة العراقية كلها بيت شكرا أنا خواتي من الكويت فديقاتي بأمريكا وجاء قلت لهن عمرشا خسارة لأن ما جاء يشوفها للعبة هناك حبك حب العراق تقول هذه المرأة العراقية طبعا مع هذا المقطع الذي يعجز اللسان عن وصفه ظهرت طفلة بصيرة القلب مع والدتها وهي تحضر في ملعب جذع النخلة في البصرة لتؤذر المنتخب الوطني العراقي وترى المباراة بعيني أمها وعندما سألها أحد المراسلين للقنوات أجابت بأنها جاءت لتشجيع العراق دعونا نتابع هذا المقطع المؤثر أجابت بأنها جاءت لتشجيع العراق ماذا يقلبك؟ أنا ما أشوفه جاءت أشجع العراق ما تشوفين؟ إن شاء الله تشوفين حبيبتي إن شاءت أشارك الفرحة وياكم باعي أنت من تفرحين العراق بالله يفرح إن شاء الله حياتي الله يشوفين إن شاء الله هذا بلا تفاعل العراقيين حول هذه الصور في حب العراقي ولا وطن ومن هذه التعليقات يقول حامد الزياد يقول الله يا بنت العراق رغم المعاناة ورغم الصعوبات ربي أرجع لهذه الطفلة نور بصرها إنك القادر على كل شيء الرماح يقول الله أكبر ما أعظمك ما أعظمكم يا عراقيون الله جقد وضع حنان وعطف في قلوبكم والله لقد بكيت كثيرا وبحرقة يقول عاش العراق وعاش الشعب المظلوم آخر علقه وقال خلي شوفون الحرامية والخونة والجواسيس والفاسدين اللي دمروا العراق وشعب العراق واللي قتل وهدموا وحرق واختطف ويبسوا البساتين هذا كل من وراء الفاسدين الله يلعنهم في الدنيا والآخرة يقول أما علي السلطان فيقول أبعد عيوني هدحيلي هذا المقطع يقول يا بعد عيوني هدحيلي هذا المقطع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معنا اتصال عبد الرزاق من بابل أرحب بك معنا عبد الرزاق وأبارك لك والعراقيين فوز المنتخب العراقي في كأس الخليج العربي الذي أقيم في البصرة بنسخته الخامسة والعشرين حقيقة هناك مع الفرحة غصت حزن لما حدث يوم أمس من التدافع وكذلك ليست فقط تحقيق ما حققه المنتخب العراقي يفرح العراقين ولكن هذه الصور في حب العراق والاعتزاز بعروبية العراق مرحب بك أخي عبد الرزاق هياك الله دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يا أهلا بك الله يبارك بك ويسلمك إن شاء الله الله يسلمك بالفداية أبارك الشعب العراقي بهذا الفوز وهذا الانتصار والرحمة والخلود الشهداء العراق في كافة المجالات سواء الرياضية أو الحربية دكتور عمار بالنسبة لدورة كأس الخليج العربي هو مو فوز فقط بالعراق هو فوز بالعرب فوز العرب بأنه أرفع قيمة المواطن العراقي والشعب العراقي بأنه ما يقدر يعيش بدون أخوانه وبدون أهله اللي هم العرب نعم وشفنا أحنا يعني لقطات للمحللين الرياضيين القناة الكأس من خالد جاسيم هناك إجماع بأن الجمهور العراقي هو من يعني أضفى طابع الفرح وأضفى كل هذه الأجواء من الاحتفالات لهذه البطولة صحيح دكتور نعم صحيح يعني الجمهور الجمهور العراقي دكتور صح هو متعطش لهيش دورات لهيش مناصبات رياضية لكنه بالدرجة الأساس هو متعطش إلى وجود العربي نعم شكت لجمهور العراقي يعني من البعض حلتقوا بيهم يعني يقولون احنا صح فلتنا بالمباراة وهذه لكنه غد صعدنا بأنه شرح الفارق أخواننا نعم يعني هذا فالدليل بأنه العراق جزء لا يتجزل من حظن العربي مهما حاول الأعداء ما يرسمون من خطط يبقى العراق عربي لكنه اللي أتمنى يا دكتور عمر من الدول العربية وبالأخص الخليجية هي كسب المواطن العراقي بفتح الحدود أمام المواطن العراقي شافوا محبتهم بالقلوب شافوا قيمتهم عد العراقي بأنه الطائفية وهذه الأمور مستمت مؤلاء قيمة عد العراقي عراق عمر ما يعترف بالطائف يا دكتور عمر فلذلك اللي أترجع من أخواننا العرب أن يكسبون المواطن العراقي ويغيرون الصورة والنبط اللي كانوا رسمين عن العراق وشعب العراق شعب العراق يا دكتور عمر محب هذه الطائفية صنيعة الأحزاب وليس صنيعة الشعب أكيد يا دكتور أكيد أكيد هم اللي يحتاجوا على هذه المستميات اللي يجعون بها بعد الفير الكاث لأنهم صدموا ولما شافوا العراق مهما حاولوا مهما أرادوا بأنه يفصل عراقي هو عربي وهو انتماء عربي وحب للعرب كافة يعني مو بس للخليطة لكن الحب العرب كافة تبقى فلسطين هي بقلوبنا كل جزء من الوطن العربي هو عراقي عربي لم يجز يا دكتور مهما حاولوا أعداء العراق من فريس وليور وغيرها وغيرها يبقى العراق عربي طبعا والحب نشكر أهل البصرة حقيقة أخي عبد الرزاق لما قدموه من كرم الضيافة للعرب وللعراقيين وصورة يعني صورة حقيقية صورة مشرقة للعراق الحمد لله الحمد لله الله يبارك لأثبتت هذه الدورة وحدة العراقيين تماثة العراقيين حب العراقيين بأنه أنطوا انطباع وأنطوا صورة واحدة لكل الدول بأنه العراقيين جلب واحد وإيد وحدهم نعم أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من باب الحياة كالله واستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعودوا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية خداهم ما ندري ها صار لهم أربع السين ما ندري هم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية اهلا بكم من جريد دائما ما يفسد فرحة الاحتفال والفوز بالمنتخب العراقي عملية اطلاق النار العشوائي والفرح بهذه الطريقة التي تسبب دائما ضحايا يوم أمس تسببت بإصابة العشرات من الأطفال والمرة بالرصاص بعد فوز المنتخب العراقي بكأس الخليج جانب من اطلاق النار الذي حدث بعد فوز المنتخب يوم أمس في مناطق متفرقة من العراق حيث تساءل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي اين القوات الامنية من هؤلاء دعونا نتابع هذه الصور دعونا نتابع هذه الصورة الله أكبر جبهة حقيقة عراقيون كثر قالوا بأنه يجب أن تكون هناك حملة ضد مطلقي الرصاص بعد فوز المنتخب العراقي على مستويات عدة القانون الجهات المسؤولة رجال الدين لتحريم هذه الظاهرة التي تقتل وتصيب العراقيين أصيب طفل بالرأس بسبب الرمي العشوائي بمناسبة فوز المنتخب العراقي يوم أمس بكأس الخليج العربي وتم نقله بالإسعاف إلى المستشفى أحد المواطنين العراقيين من العاصمة بغداد انتقد هذه الظاهرة ظاهرة إطلاق النار العشوائي من أحد المستشفيات التي استقبلت عشرات الإصابات بالرصاص فلنتابع أنت سأرميه شنو الاستفاداتي استفاداتي قل لي شنو الاستفاداتي عبر عن فرحتك ماكو أي مشكرة بس مالتطلق العبان دقيتك بنص الشارع وترمي عيب بس الولايات ترمي يا أخو محد عدة الساح كلها عدة الساح عيب كاف شوية السحو يعني ساذا شنو ذنبه شنو ذنبه ساذا يا أم جاي الدكو التطو شنو ذنبه شنو ذنبه ساذا شنو ذنبه شنو ذنبه ساذا يفعلون انحاتي منحات الدولة الدولة شعرى شدري ش ش نسو نازلها كلها ب براسود يا أخو ما يسريت الله أكبر غير كل عرب سيفك لا يجيز مرمي آي 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 يا أخوي لا أخوي يا ده يا ده يا ده يا مشاهد مؤسفة صراحة نبقى في إطار هذا الموضوع ومواطن آخر تعرض لإصابة برصاصة طائشة أطلقت خلال الاحتفال بفوز المنتخب العراقي بكأس الخليجي العربي بنسخته الخامسة والعشرين على المنتخب العماني دعونا تابع هذه الصور قبل الانتقال إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الظاهرة حلفنا حتينا إخوان لا حد يرمي لا حد يرمي هذا حد الأخوة جدت طلقة هو قاعد من مكانه بأمان الله من وراء الناس الهمت لا تمشون بحشمها الجعية لا بدين لا بإسلام فاطحة ترمي عرش ترمي لعبة ترمي أم الترمي ناس تحلف تحتي ما تغل لأنكم همج همج وما عندكم غيرة يرمي باللعبة والله العظيم شكوا واحد يرمي باللعبة ومو صاحب غيرة وما عند غيرة على الوطن وناقص رجولية وناقص شخصية شكوا واحد يرمي وبثل ما تكلم هذا في الفيديو عبر عراقيون أيضا عن غضبهم وسخطهم من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في المناسبات العراقية وخاصة ما حدث يوم أمس أبو حسين يقول حسبنا الله نعم الوكيل بهم هؤلاء الظالمين الذين يطلقون الإطلاقات ويرويعون الناس هذا الطفل غيره شنو ذنب يقول أبو حسين أما سامي فتحي الصميدة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا المجتمع ما يتعب أبدا شنو ذنب هذا الطفل وكثير من المصابين بسبب الرعونة والاستهتار إسماعيل القيسي يقول الله لا يوفق كل إنسان يرمي إطلاقات نارية بسبب غبارة أو بعرس يقول هاي نتائجهم أما محمد فقال فتوى عدم الرمي يجب أن تطلق وتكتب بخط واضح في المدارس والأسواق والباصات لعلهم يتعظون معنا اتصال أبو علي من البصرة أرحب بك معنا أبو علي حياك الله وحيا الله أهل البصرة رافعين الرأس دائما تفضل عيني أبو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تحيا لك حياك يا أهل بيك أهلا وسهلا بيك أبارك للشعب العراقي بهذا الفوض الله يسلمك ويخليك أخي العزيز طبعا وأوجه تحية لكل أصدقائي واللي حقيقة التقان بيهم من الموصل والرمادي وبغداد وكل المحافظات ومعاني كل الضيوف من خارج العراق قالوا حقيقة نحن مستغربين نعم يعني لما نجينا للعراق وشفنا هذه الأجواء وهذه الناس اللي موجودة شفنا أهل البصرة وهل الرمادي وهل بغداد وكل المحافظات وهل موصل يعني حقيقة كما نحن عايشين بغير عالم ما قلت لهم ياما نحن كشعب ما إنه علاقة بالعجز نحن ناس متفاهمين متوحدين خالوا بن أخت وأصدقاء بتأكيد بس اللي صار بسبب الأحزاب السياسية بالتأكيد نعم وحقيقة هم اللي خارج العراق تحدثون لنا نعم قالوا نحن نحتي نحتي ببامير نعم كان اللي يعكس أن الصورة اللي يعكس أن الصورة السيئة هو الإعلام السعودي اللي يحسب لنا ويقل لنا يا بالعراق هاتي بيطائفية بيقتل بياختيالات ما تقدرون تروحون المهم من هذا الحديث يقول لنا لما نجي العراق استغربنا حقيقة قلنا يعني الإعلام السعودي هو كاذب مو صحيح يعني هذا العراق لما نشفناه هاتي نعم فرصة شي عجيب يعني أنا أنا لما لقوني ولقوا شباب يمي شباب الرمادي وشباب موصل ومن كربستان حقيقة يعني صار عندهم نوع من الاستغراب ياقي نعم وقال سؤال فوياني قالوا وقالوا مو هذه الصورة اللي تنم نسمح أهلي نسمح غير صورة يعني صورة أبو علي أبو علي ذات اسمح لي الصورة اللي صار مثلا على ثورة تشرين اللي صار بعض عمليات الاغتيالات بالبصرة وغير البصرة هذا مو صوتها الشعب هاي صوتها أحزاب وميليشيات والفساد اللي دا يصير بالعراق مو صوتها الشعب صوتها المتحكمين بالعملية السياسية نعم طبعا نحن موجودين نعم وموجود أشخاص كانوا ويانا من الحشد هم جعدنا وياهم وإيجا ويانا الولد الحقيقة استغربنا يعني حتى الحشد عندنا رب يحفظهم إن شاء الله والله وقف وقف ويانا يعني حقيقة مشكورين عليها يعني حشد لما يقولون حشد مقدس والله حشد مقدس يعني بالتأكيد مقدس الوقف اللي وقفونا بيها شنون يقدروننا يا أخي شنون يقدروننا بالنسبة لك كافة الخدمات مشكورين للحشد وجماهير ما قصرت قوات الأمنية كذلك ما قصرت شنون يشوف ظاهرة ظاهرة إطلاق الرصاص بعد المناسبات ظاهرة إطلاق الرصاص اللي ديروح ضحيتها مواطنين أطفال نساء بعد مثل ما قال بالمقطع قال صار عرس ضربته صار عزه ضربته أطلاقات نارية فاز المنتخب ضربته أطلاقات نارية شنو حلها هاي الظاهرة رأيك أستاذي هذا ظاهرة حقيقة سيئة ولا مرغوبة وهذه محرمة يعني محرمة المراجع وحرمة كبار الأجائر بس يا أخي شباب معك لسف عليها يعني هي فرحة أنت ليس تخرب هذه الفرحة هذه الفرحة تخرب غير المفروض كل هناك عقوبات مشددة من قبل قانون من قبل الجهات المختصة نعم نحن نطالب نطالب الحكومة العراقية يا أخي كل واحد يطلع بندقيته ودعتك لو ينسجن واحد اثنين وثلاثة وصير عقوبات تقبلها بعد ما أحد يرمي إطلاقات نارية نعم أنا أشكرك أبو علي من البصرة كان معنا معنا أبو أحمد من بريطانيا ورحب بك معنا أبو أحمد تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا شكرا 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 على هذه الملصات الوطنية الله يباركوك وسلمك يكبز يكبز أنه شعب العراقي ورحب يعني من نشوف ابن الرمادي وابن الموصل وابن تكريت وابن داخل وكسلمانية وابن أبيل البصرة لهاي معناتها رسالة إلى السياسين أنه نحن شعب ضاحي مش سويتم ما سويتم وقال لكم وقال لكم في المزورة في الحظ وقالي بالنسبة وشكرا شعب أهل البصرة موالب نعم وأنا بسيدي أشعر للكاتل نشأت نشأت عمي تعد ميان تضحاوي يعني 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 أنه مستشار إيش وزراء وهو محلوظ نواياتنا يعني في هذا الكلام مجهة العم أولا لأنه بحلي مجهة المسؤولية يعني فقط فائل مطارق يعني أحيان وبالنسبة للإطلاق بحث النهارية طبعا تعد المشيطة عن الصار إنه أي طرق تطلع من أي واحد حجز حجز الشيء مصادقة وحب شي ممتت تشكت على الأثر خاطر يأتي في الحق والعقوبة أشكت في حالة الدكرة سأت تبصى الحمال والله متأكل ببعا من حاول يخرب بالسسمة ومن قدم اعتراض اللي أرشين تورا خليجية سابق ومن قدم وا اعتراض على الخليج العربي والثورين بالعراف كاتموا اعتراض يتوقع من حاول يخرب والحادي بيولهم في العراق والأخ خابوا والحمد لله أحضر شكرا لك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا معنا اتصال من الموصل ما سمعت الاسم جاسم من الموصل تفضل جاسم وعليكم السلام رحمة الله أهلا وسهلا بك والله يرحم والله أنا ما أشوف تفضل جاسم تسمعني نعم نعم تفضل أنا ما أشوف نعم وأنتي بناس أثنين ما أشوف نعم ولد ما أشوف نحن أريد بسي أواجه المحافظ مع الأنبار أنت من الموصل ليش توجه رسالة إلى إلى محافظ نينوى ما أخذ نواجه ها ما يخلك تواجه نعم حاولت تتواصل حاولت تتواصل حاولت تتواصل مع محافظ الأنبار أو أو مع جهات مختصة يعني أنت وصلت لهناك للرمادي لو ما وصلت أيوو الله وأصلت وما خلوك تواجه أيو الله قال ما موجود ها قبل جهد قبل قبل 15 يوم شنو العذر مالتهم والله يقول ما موجود جماعة الرعاية الاجتماعية والله جماعة الرعاية الاجتماعية بعد يعني على أساس يعني قدموني محمد مجيس أنا يذكر وا الخير نعم قدم من شبع لعاية نعم ولا رأت من شبع كانت شبع لعاية نعم إن شاء الله رسالتك توصل عيني جاسم ويطيك الصحة والعافية جاسم من الموصل يناشد لحالته وحالة عائلته نذهب إلى ملف المطالبات بتوفير الوظائف حيث طالبهم محتجون من عقود صحة محافظة الأنباء المثنى بتثبيتهم على الملاك الدائم وسوة ببقية الشرائح الأخرى فلنتابع هذا المقطع السلام عليكم شوانك حبيبي شوانك حبيبي أخويا ناعتم وقفتكم شنو مطالبه بشنو والله أخويا مطالب وقفت من أربع العصور لحد الآن من تضرين اللقاء بالسيد المحافظ أريد أن يدخل بشغلة عقود صحة المتنى فوريا والشغلات فعلية لتدخله حاولنا أكثر من نائب وصلنا لطريق مزدود عشر تالاف عقد تثبتهم من المحافظة باستثناء عقود صحة المثنى ما نعرف السبب السبب مجهول المالية تجمرنا على المحافظة المحافظة تقللنا على الموازنة ليش؟ شذو السبب؟ ليش؟ إنا واحد على الموازنة وإحنا عقود حالة البقية إحنا ما نكون سحاب منها حتى لو نضطر نبقى شهر هنا لحد ما يصير لها حل السال ما ننسحر؟ خريجون العلوميون طالبوا بإنصافهم وتوفير فرص عمل لهم بسبب قلة الدرجات الوظيفية وشروط الاستمار التي ظلمت القسم الأكبر منهم وتأهل العقود وترك العاطلين عن العمل يواجهون المصير المجهول بحسب قولهم فلنتابع نعم هذه هي لقطات للخريجين من كليات العلوم وإلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه التظاهرات نور تقول نطالب الإسراع بإطلاق التعيين المركزي للعلوم على وزارة الصحة كوننا تعرضنا للظلم في الاستمار السابق لم يوجد تقاطع وظيفي نوارس تقول نرجو الوقوف بجانبنا نحن الخريجون التربويون والإداريون من أجل الحصول على عقد وشمولنا في موازنة 23 محمد يقول فتوى عدم الرمي يجب تطلق وتكتب بخط واضح في المدارس والأسواق والباصات هذا تعليق للموضوع الذي سبقه معمر يقول كارثة شاهد الله ناس عانت ما عانت أيام كورونا والأمراض وعقود صار لهم سنوات كثيرة تالي ما تالي ما ينشملون بالتثبيت نعم نذهب إلى الهاشتاغ حيث تفاعل عراقيون وعرب مع فوز المنتخب العراقي على المنتخب العماني الشقيق وحصوله على لقب كأس الخليج العربي الخامس والعشرين والذي أقيم بمحافظة البصرة العراقية على وسم خليجي خمسة وعشرين بصراوي دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم سارة تقول حدث مثل خليجي خمسة وعشرين بصراوي وراء كل هالسنين من الانقطاع وصح التنظيم ما كان بيرفكت بسبب الحروب والحكومات الفاسدة المتعاقبة التي أنهكت البلد وعلى الرغم من هذا كان تنظيم حلو وافتتاحية وختام كثير مرتب وصح هي بطولة ودية بس فرح الحدث وفرح الفوز يعني الكثير أما غانم المفتاح يقول ألف مبروك لأسود الرافدين الفوز التاريخي فوز مستحق وفرحة عارمة بنجاح الاستضافة وبالفوز بالبطولة علي يقول البصرة العظيمة كل الحب والتقدير والاحترام لمن حضر وسند الوطن يقول نورت بصرتنا أما تغريدة أخرى نعم هذه التغريدات التي أخذناها اليوم تحت هذا الوسم إذن أعزائي المشاهدين حقق المتخب العراقي الفوز بكأس بطولة كأس الخليج العربي في نسخته الخامسة والعشرين التي أقيمت في محافظة البصرة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر